لا تزال مواقع تنظيم داعش في مرمى نيران تحالف الدول بقيادة واشنطن لا سيما في محافظة دير الزور شرقي سوريا مواقع تتعرض لغارات مكثفة من التحالف وتزداد شدتها بعد إعلان البحرية الأمريكية أن حاملات الطائرات هيري ترومن بدأت منذ أيام المشاركة في العمليات الحربية ضد التنظيم في سوريا والعراق بيان للبحرية قال إن أسراباً من الطائرات انطلقت من الحاملة المتمركزة شرقية البحر الأبيض المتوسط لقصف أهداف للتنظيم في سوريا إضافة إلى صواريخ موجهة أطلقت من سفن حربية وعلى دفاف شرقي نهر الفراد في دير الزور تواصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف القتال ضد داعش وبعد اشتباكات مع مسلح التنظيم تمكنت قصد من السيطرة على مناطق جديدة ونجحت في إحراز تقدم قرب الحدود العراقية وتشتد المعارك المعلنة ضد داعش في جنوب العاصمة دمشق ويتركز القتال بينه وبين القوات النظامية في حي الحجر الأسود ومحيط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وأطراف حي التضامن في إطار عملية واسعة لإخلاء دمشق من المسلحين حملة عسكرية سيطر من خلالها الجيش النظامي على كامل الجزء الجنوبي من الحجر الأسود بعد أن فصله عن الجزء الشمالي المتصل بمخيم اليرموك يقول الإعلام السوري الرسمي إن القوات الحكومية تواصل تقدمها لإحكام قبضتها على الأحياء الجنوبية للعاصمة بعد أن قطعت خطوط إمدادات داعش ومحاور تحركاته وتقوم بتمشيط الأجزاء المحررة القتال ترافق مع غارات مكثفة أوقع منذ اندلاعه عشرات القتلى من مسلح داعش وأرقاماً مماثلة في صفوف الجيش النظامي وحلفائه بينهم ضباط وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان تطورات ميدانية تتزامن مع تنفيذ ما تسميه دمشق اتفاقات مصالحة وتصفها المعارضة بالتهجير القصري مغادرة مئات المدنيين والمسلحين الرافدين للاتفاق مع الحكومة السورية والجانب الروسي مستمرة من بلدات بابيلا ويلدا وبيت سحم نحو الشمال السوري فيما تعثرت اتفاقات أخرى وتم تأجيل بعضها برعاية روسية إلى وقت لاحق